اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان السلف يكثرون فيه من تلاوة القرآن حتى ان منهم من يغلق حانوته ليتفرغ لقراءة القرآن يقول سلمة بن كهيل كان يقال شهر شعبان شهر القراء وكانوا يحرصون على اعانة المسكين في شعبان ليستقبل رمضان بما يسعد به اسرته واولاده فقد روي عن بعض السلف انهم كانوا اذا دخل شعبان اخرجوا زكاة اموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان ففي شعبان ترويض للنفس وتهيئة لها لاستقبال رمضان باحسن الاحوال والاعمال